رئيس مجلس الوزراء يتوجه إلى الرياض لبحث ملفات تعزيز التعاون المشترك والقضايا الإقليمية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي وصول السفينة مصرية تحمل مساعدات إغاثية إلى دولة السودان صاروخ تابع لقوة الحوث يثير الرعب في تل أبيب ونيتانياهو يتوعد بالرب أثلث مساء بتوقيت القاهرة الثانية عشرة بتوقيت جرينتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري مرحبا بكم يغادر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم مطر القاهرة الدولي متجها إلى العاصمة السعودية الرياض وذلك في زيارة يرافقه خلالها وزير المالية أحمد كوجوك ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب الزيارة تأتي في إطار حرص الجانبين المصري والسعودي على تعزيز التعاون المشترك وبحث القضية الإقليمية في ضوء متانة العلاقات القوية والاستراتيجية التي تربط القاهرة بالرياض كما تستهدف زيارة رئيس الوزراء والوفد المرافق له بحث سبل التعاون وفرص الاستثمار بين القاهرة والرياض هنأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الشعب المصري وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف وقد توجه رئيس الوزراء إلى الله بالدعاء أن يعيد هذه المناسبة على الشعب المصري العظيم وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمني والبركات هنأت لسيدان تصار السيسي قرنة رئيس الجمهورية الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول ذكرى مولد نبينا الكريم الذي كان مثالا للطهر والنقاء والتواضع والعمل بصدق وإخلاص في سبيل الله وعبر الصفحة الرسمية لمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك دعت السيدة أن تصار السيسي الله عز وجل أن يعيد هذه الذكرى العطرة بالخير واليمني والبركات على وطننا الحبيب مصر تفقد الفريق أول عبد المجيد سقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي قاعدة محمد نجيب العسكرية وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة استمع القائد العام للقوات المسلحة إلى شرح تفصيلي من اللواء أركان حرب هشام حسني قائد المنطقة الشمالية العسكرية عن قاعدة محمد نجيب العسكرية والتي تعد أحد أبرز قلاع العسكرية المصرية بما تضمه من قوة عسكرية ضاربة ووحدات قتالية وإدارية وميدين للرماية والتدريب على كافة الأسلحة المختلفة وقام الفريق أول عبد المجيد سقر بجولة تفقدية تضمنت المرور على ميدين التدريب التخصصية وناقش عددا من المقاتلين في كيفية تنفيذهم لمهامهم المكلفين بها تنفيذنا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح سيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء السودانيين وصلت إلى مدينة بورسودان بدولة السودان سفينة الإمداد أبو سنبل الثانية التابعة للقوات البحرية المصرية وحمل عليها أكثر من 200 طن من المساعدات الإغاثية مواد إغاثية وإعاشية ومستلزمات طبية وأدوية مقدمة من القوات المسلحة المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة والسكان وجمعية الهلال الأحمر وذلك لدفعها إلى المناطق الأكثر احتياجا بدولة السودان الشقيق والذي يعاني الولاية الشمالية فيه من أضرار السيول يأتي هذا انطلاقا من الدور المصري الفاعل تجاه الأشقاء وتقديم الدعم وتضامن لهم في مختلف المحن والأزمات توجه وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي إلى موسكو في زيارة تستهدف تعزيز العلاقات بين البلدين ومن المنتظر أن تشهد زيارة عبد العاطي التباحث مع كبار المسؤولين الروس بشأن سبول دفع أوجه التعاون الثنائي وتبادل الرؤى حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك فضلا عن لقاء عدد من رموز الجالية المصرية أعلنت وزارة الصحة والسكان مغادرة جميع مصابي حادث تصادم قطري الزقزيق من المستشفيات وذلك بعد تلقيم الخدمات الطبية اللازمة واستقرار حالتهم الصحية باستثناء ثمانية مصابين ما زالوا تحت الملاحظة بالمستشفى الجامعي ومستشفى الأحرار أوضحت الوزارة في بين الله أن المصابين الثمانية يخضعون لمتابعة طبية لصيقة ومن المتوقع خروج بعضهم من المستشفيات خلال الساعات القادمة لافتة إلى وفاة مصاب بالأمس داخل المستشفى كان دكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان قد تابع تداعيات الحادث وأعمال نقل وإسعاف المصابين وكلف نائبه دكتور محمد الطيب بالتوجه إلى المستشفيات والاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض نظام القبة الحديدية صاروخا باليستيا أطلق من اليمن حيث تساقطت الشضايا في منطقة شرق تل أبيب أضف جيش الاحتلال أن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة بعد تشغيل صفرات الإنذار في المناطق الممتدة من تل أبيب شرقا إلى منطقة مدعين ووفقا لتقارير إسرائيلية ربما فشلت محاولة اعتراض أولية في إصابة هدفها قبل الوصول إلى المجال الجوي الإسرائيلي وهو ما يفسر سبب سقوط الشضايا داخل إسرائيل يأتي ذلك فيما أفادت وسائل أعلام إسرائيلية بأن أكثر من مليوني إسرائيلية دخلوا الملاجئ بسبب الصاروخ الذي سقط على بعد 6 كيلومترات من مطار بنغوريون وكانت قوات الحوثي قد أعلنت مسؤوليتها عن إطلاق صاروخ باليستي وصل إلى وسط إسرائيل لأول مرة قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو إن قوات الحوثي اليمنية يجب أن تدرك أنها ستدفع ثمنا باهظا عن أي هجوم على الأراضي الإسرائيلية وأضافها نتنياهو في الاجتماع الإسبعي للحكومة أن الوضع الحالي في شمال إسرائيل لن يستمر وأنه عازم على بزل كل ما في وسعه لإعادة النازحين من المناطق الشمالية أعلن حزب ياش عتيد الإسرائيلي أن حكومة بنيمين نتنياهو قد أخفقت في اعتراض الصاروخ الباليستي الذي أطلقته قوات الحوثي على إسرائيل وسقط وسط تل أبيب وصفا إياها بأنها حكومة كوارث وذكرت صحيفة جيروسيلين بوست الإسرائيلية نقلا عن الحزب الإسرائيلي مطالبته برحيل أعضاء الحكومة الإسرائيلية ذو من المقراري إجراء تحقيق عسكري لتحديد سبب عدم اعتراض الصاروخ قبل وصوله إلى المجال الجوي الإسرائيلي للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف اللواء أركان حرب الدكتور محمد قشقوش عضو اللجنة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بداية نسيادة اللواء بعد تحية هجوم قوات الحوثي على إسرائيل ووصول صاروخ أطلق من اليمن بالقرب من مطار بن جوريون برأيك هل نحن أمام مرحلة جديدة من الصراع في المنطقة بسم الله الرحمن الرحيم بالتأكيد حضرتك دي مرحلة جديدة القوات الحوثية من بدء اشتراكها في العمل ضد إسرائيل استخدمت بعض الصوريين استخدمت بعض المسيرات لكن ما وصلتش إلى العمق الإسرائيلي أقصى شيء وصلته إلى جنوب النقب من جنوب النقب إلى اليمن إلى شمال اليمن في صعدة مثلا المسافة دي حوالي ألفين كيلو متر لكن هو في المرة دي تجاوز النقب إلى قلب إسرائيل إلى قرب منطقة المزدحمة اللي هي مطار بن جوريون متل أبيب ده يعتبر تغير نوعي إن طرف بعيد أكتر من ألفين كيلو عن حدود الجنوبية الإسرائيلية يستطيع أن يصيب قلب إسرائيل بصاروخ مباشر ده تغير نوعي وفي نفس الوقت ليس في مقدور إسرائيل أن تقوم بالعتراض لو الكلام ده تم بشكل مكسف حيب عندهم مشكلة لأن إسرائيل بتركز القبة الحديدية على الشمال عشان حزب الله وشمال لبنان وعلى الجنوب الإسرائيلي عشان حماس لكن جنوب إسرائيل نفسه ما زال بعيد جدا عن القبة الحديدية وبالتالي الصاروخ اللي أطلت من اليمن عبر عبر المسافة كلها البحر الأحمر وخليج العقبة ومنطقة النقب الإسرائيلية وصل المنطقة المزدحمة بالسكان آي نعم لو هم يعني عاوز يعترض مش حب عنده الوقت الكافي أنه يبدأ سلسلك الاتراض والصاروخ فوق الهدف أو على مقربة المسافة بناء على حضرتك ذكرت أيضا سيادة اللواء هل بتتوقع أن يكون هناك رد إسرائيلي على هذا القصف من قبل الحوثيين وكيف سيكون شكل هذا الرد خلال الفترة القادمة إسرائيل مش هترد على الحوثيين داخل اليمن ولكن وكلاءها في الولايات المتحدة وبريطانيا هم اللي متوليين الرد من بدري عشان تأمين مش عشان إسرائيل عشان السفن الإسرائيلية أو الزاهبة إلى إسرائيل في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن وبالتالي من يطلق سيعاقب من طرف آخر يعاقب من الولايات المتحدة وبريطانيا لكن بلا شك أن ده سيكلف إسرائيل أن دائرة القبة الحديدية اللي موجودة عشان حزب الله وحماس مضطرة أنها توسعها وتزققها جنوبا لأن الصاروخ ده عشان يصل إسرائيل من هذا الاتجاه يعبر النقب من قرب دايمونة من قرب المفاعل الزاري الإسرائيلي الرئيسي وده شكل كبير جدا وتغير خطير جدا فهو مضطرة عشان يؤمن هذه الأهداف أن يوسع دائرة الأقراض في شمال النقب وجنوب حماس ده يساوي قبة حديدية أكبر جديدة يساوي الولايات المتحدة تشارك بشكل أكبر يساوي استنزاف مادة جديد واستنزاف عسكري الإسرائيل إسرائيل عملت تجلب المصائب على مرساها لأن المنطقة مش فقط ده الجهة الواحدة المهجرة توسيع دارة حزب الله على الشمال الإسرائيلي بيخلي معظم مش معظم كل الشمال الإسرائيلي المواجه لجنوب لبنان مهجر المنطقة مهجرة طب بناء على هذه المعطيات اللي حضرتك ذكرتها أيضا أحزاب المعارضة الإسرائيلية اتهمت رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو بالتسبب في حالة عدم الاستقرار وانعدام الأمن اللي بتشهدها إسرائيل هل من وجهة نظرك الفترة القادمة ستشهد المزيد من الضغط الداخلي على نتنياهو للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة احنا تكلمنا مع حضرتك على الجزء العسكري لكن لو انتقلنا الجزء السياسي نجد الاستمرار الفشل لنتنياهو مستمر والفشل مش إحنا اللي بنقوله المعارضة بتاعته اللي بتقوله لأنه هو من يوم لآخر الأهداف اللي بتكلم عنها لا تتحقق وتجلب المزيد من المعاناة للشعب الإسرائيلي يتكلم عن القضاء على حماس والإفراج عن الرئائن حتى ولو بنقول لم يستطع أن يفضع على حماس حماس قوية حتى الآن صحيح كأذة لكن ما زالت قوية حتى الآن ما زالت تطلق صواريخ جراز من عندهم حتى الآن وكتيوشة في نفس الوقت اللي أفرج عنهم سابقا من الرئائن أفرج عنهم بالمفاوضات لم يفرج عنهم بواسطة القوة الإسرائيلية زي مزعم من تنياهو وبالتالي أنا شايد أن اللي بيحصل في حماس وفي حزب الله وده حاليا في اليمن من الحسيين ما هو إلا مزيد من التراجع والتدهور الإسرائيلي السياسي يتزعم هذا التدهور نتنياهو نتنياهو يريد أن يحقق انتظار لا يستطيع أن يحققه لأنه عارف أنه عندما يتوقف العمل العسكري ويتم الوصول إلى حل سياسة الأزمة سيحاكم في اليوم التالي بثلاث قضايا فساد هو معرض لهم ومعرض للعزل من وزفته وبالتالي هو بيلعب على عمل الوقت لكن هذا الكلام مضر الإسرائيل قبل أن يكون مضر أي حد أشكرك شكرا جزيلا اللواء أركان حرب الدكتور محمد قشقوش عضو اللجنة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية شكرا جزيلا على هذه المشاركة وهذه المعلومات أعلن حزب الله اللبنانية أن حربا شاملة مع إسرائيل ستؤدي إلى نزوح مئات الألاف الإضافية من الإسرائيليين أدى القصف المتبادل بين حزب الله والجيش الإسرائيلي على الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ بدء الحرب في غزة إلى نزوح عدد كبير من السكان على جنبي الحدود كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن سلاحه الجوي قصف ما يشتبه بأنه مخازن أسلحة في موقعين في البقاع شرق مواقع أخرى في الجنوب أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن أكثر من أربعين صاروخا أطلق من لبنان على منطقة الجليل ومرتفعات الجولان وذلك بعد انطلاق صفارات الإندار في المنطقة أكد بيان لجيش الاحتلال أن الدفاعات الجوية اعترضت بعض الصواريخ بينما ضربت البقية مناطق مفتوحة ما تسبب في إشعال حرائق وأضاف البيان أنه لم ترد أنباء بعد عن وقوع إصابات في الهجوم الذي أعلن حزب الله مسؤوليته عنه من ناحية أخرى أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائرة بدون طيار محملة بالمتفجرات أطلقت من لبنان وسقطت بالقرب من بلدة مطلة على الحدود الشمالية ونقلت الصحيفة Time of Israel عن الجيش الإسرائيلي قوله إن الهجوم لم يلحق أي أضرار بالبلدة ولم تقع أي إصابات حيث أشارت بعض التقارير إلى أن الطائرة المسيرة انفجرت قبل تفعيل صفارات الإنزار أصيب أربعة مدنيين لبنانيين بجروح إثر قصف مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي لقريتي كافركلا والعديسة في قضاء مرجعيون في جنوب لبنان كما تعرضت أيضا أطراف بلدة مركبة في قضاء مرجعيون لقصف مدفعي إسرائيلي فيما استهدفت بلدة العديسة مجددا استهدفت بالقذائف المدفعية والفسفورية وقد ألقى الجيش الإسرائيلي منشورات فوق منطقة الوزان بقضاء مرجعيون تدعو الموجودين في هذه المنطقة وجوارها إلى إخلائها تدعو الموجودين في قضاء مرجعيون تدعو الموجودين في قصود مجددا ماذا يا الله نعمل نكيب كبير يا عالم كبير أبوه يا أبوه يا أبوه يا أبوه يا أبوه يا أبوه يا أبوه استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب أخرون بجروح فجر اليوم وذلك جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم النصيرات واستقطاع غزة وفي مخيم جباليا استشهد في الأسطيني وأصيب أخرون جراء استهداف الاحتلال منزلا لعائلة سويدان ونقلوا إلى مستشفى كما العضوان في المخيم هذا وتوصل قوات الاحتلال عضوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجو منذ السابع من أكتوبر الماضي ما أسفر عن استشهد 41206 فلسطينيين أغلبيتهم من الأطفال والنساء وأصابت 95337 آخرين في حين لا يزال الآلاف الضحايا تحت ركامة في الطرقات ولا تستطيع تواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم تظهر آلاف الأشخاص في شوارع المدن الرئيسية في إسرائيل للمطالبة بإسقاط حكومة رئيس الوزراء بنيمين تنياهو وإبرام صفقة تبادل للمحتجزين منظمو الاحتجاجات أكدوا أن حجم الحشود زاد هذا الشهر بعد إعلان السلطات الإسرائيلية انتشال جثثي ستة محتجزين من جنوب غزة غضب يتزايد يوما بعد يوم وتظاهرات لا تهدأ هكذا أصبح الحال في الشارع الإسرائيلي الذي يغلي بسبب تعنط رئيس الوزراء بنيمين نتنياهو في التوصل لاتفاق لتبادل المحتجزين في قطاع غزة في أحدث تطور في هذا الشأن تظاهر آلاف الأشخاص في شوارع المدن الرئيسية في إسرائيل في محاولة لزيادة الضغط على الحكومة من أجل تأمين اتفاق لإطلاق صراح المحتجزين ومطالبة الحكومة بالاستقالة وإجراء انتخابات مبكرة أيضا تظاهر إسرائيليون قرب منزل نتنياهو في قسارية بالإضافة إلى عشرات المواقع والبلدات الإسرائيلية منظموا الاحتجاجات أكدوا أن حجم الحشود زاد هذا الشهر بعد أعلان السلطات الإسرائيلية انتشال جثثي ستة محتجزين من جنوب غزة حكومة نتنياهو تواجه كذلك غضبا متزايدا من معارضيها الذين يتهمونها بعدم بذل جهود كافية لتأمين اتفاق هدنة من شأنه أن يتيح تبادل المحتجزين بأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية وفي الأسابيع الأخيرة صعد معارضون للحكومة الإسرائيلية من نشاطاتهم الاحتجاجية للمطالبة بصفقة تبادل وتبكير الانتخابات العامة اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الحي الشرقي من مدينة جنين وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفى بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال برفقة جرافة عسكرية دهمت الحي الشرقي من المدينة وأشارت الوكالة إلى أن الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية للمنطقة دون أن يبلغ حتى اللحظة عن إصابات أو اعتقالات أكد رئيس البرلمان العربي عدل بن عبد الرحمن العسومي أن ما يمارسه الكيان المحتلة من انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني في قطاع غزة لا يمس الفلسطينيين وحدهم بل المنظومة العالمية وقواعدها خلال ترأسي اجتماع مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان بالقاهرة أشار العسومي إلى أن وقف إطلاق النار لم يعد مطلبا عربيا بل هو مطلب عالمي وضرورة إنسانية وأخلاقية وكذلك هدف استراتيجي لتجنيب المنطقة شرور حرب موسعة إنما يمارسه الكيان المحتلة من انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني لا يمس الفلسطينيين وحدهم بل المنظومة العالمية وقواعدها حيث أن المنظومة الدولية اهتزت بشدة أمام الزواجي الصارخة في تطبيق مبادع حقوق الإنسان لقد تصدينا جميعا كأركان لنظام الإقليمي العربي متضامنين بصوت واحد لمخطط الكيان المحتل وسنستمرت ونبذل كل الجهد لإحباط هذه المحاولات البائسة نفضحها في العالم كله ليعرف بنوايا الاحتلال وندعم بشكل متواصل دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه يبدل الفلسطينيين دماؤهم في هذا الصمود البطولي النبيل ولا خيار أمامنا سوى تكثيف الجهود والعمل يدا في يد أن كل جهد وعمل سياسي وشعبي نبذله من أجل وقف الحرب الوحشية لن يرغى بالطبع لمرتبة الجرم المرتقب موسيقى 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 تواصل الدولة بدل جهودها في سبيل إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يأتي ذلك في حين تشهد حركة الشاحنات هبوطا حادا وسط أجواء مضطربة تشهد تصاعدا خطيرا على الصعيد العمليتي داخل القطاع المزيد يستعرضه لنا الزميل باسم أبو العنين تحياتي إليكم من أمام معبر رفح البرية الفاصل بين جمهورية مصر العربية وقطاع غزة لازمنا نرصد حركة الشاحنات اليوم الأحد بعد استئناف حركة الدخول والخروج عبر معبر كرم أبو سالم وكما نرى في الخلفية لدينا الشاحنات التي تخرج اليوم تم دخول سبعة عشرة شاحنة محملة بالمواد الغاثية تقريبا خرجت جميعها الآن إلا شاحنتان فقط هي التي أفرغت حمولتها حتى الآن أما بقية الشاحنات كما نرى جميعا تخرج مرة أخرى من المعبر أو من الطريق المؤدي إلى معبر كرم أبو سالم الذي يبعد عننا من هنا نحو ثلاثة كيلو مترات وفيما يبدو أن سياسة التصعيد الإسرائيلية ضد استقبال الشحنات الغذائية للشعب الفلسطيني تزداد يعني النهاردة لما يدخل إلى قطاع غزة سبع عشرة شحنة فقط في حين أنه في الماضي كان يدخل أكثر من مائة ومائتين وثلاثمائة شاحنة في اليوم الواحد اليوم سبع عشرة شاحنة فقط وأفرغت الحمولة شاحنتان فقط والباقي كما رأينا عاد جميعا نسبة لشحنات الوقود هناك تسع شحنات عبرت للجانب الآخر خمسة منها أو خمس منها كانت محملة بالسولار وأربع محملة بالغاز الطبيعي هذه جميعها قد أفرغت حمولتها وذهبت إلى الأشقاء في فلسطين في غزة المزيد من السيارات كما نرى تقريبا السبع عشرة سيارة معدى السيارتان الفارغتان كل السيارات خرجت أمامنا وحتى قبل بدء البث كان هناك سيارات تخرج محملة بالمواد الغاثية إلى قطاع غزة وبهذا نستطيع أن نقول أن قطاع غزة لم يستقبل اليوم سوى شاحنتان فقط من المساعدات الغاثية نعود إليكم قال الأدميرال الهولندي روب باور رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطي النيتو إن أوكرانيا لديها حق قانوني وعسكري قوي في ضرب عمق روسيا من أجل التفوق القتالي وفي مؤتمر صحفي عقب ختم الاجتماع السنوي لللجنة أضف الأدميرال روب باورن لكل دولة تتعرض للهجوم الحق في الدفاع عن نفسها وأن هذا الحق لا يتوقف عند حدود الدولة تأتي تصريحات في الوقت الذي يدرس فيه رئيس الأمريكي جو بايدن ما إذا كان سيسمحه لأوكرانيا باستقدام الأسلحة بعيدة المدى التي زودتها بها الولايات المتحدة لضرب عمق روسيا وسط انقسامات حول المسألة باستطاع من الأسلحة المتحدة للمسألة And the behavior of Russia, not NATO, but the behavior of Russia since 2008 in Georgia, 2014 with the annexation of Crimea and the attacks in the Donbass in 2014 when Russia annexed Crimea. That was the moment when, for example, the Russian ambassador was no longer allowed in the NATO headquarters and the military representative was no longer allowed in the NATO military headquarters. So I think that was a big change in the relationship. We try to be partner with Russia for 20 years as an alliance. And the behavior of Russia, not NATO, but the behavior of Russia since 2008 in Georgia, 2014 with the annexation of Crimea and the attacks. أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان أن رئيس جو بايدن سيستخدم الأشهر المتبقية له في منصبه لتعزيز قوة أوكرانيا التي تتصدى للعملية العسكرية الروسية للعام الثالث. وقد انسحب بايدن من الانتخابات الأمريكية التي قد تفضي إلى عودة دونالد ترامب للبيت الأبيض مع ما يستتبع ذلك من احتمال خفض الدعم لكييف هذا من المقرر أن يلتقي بايدن نظيره الأوكراني فلاديمار الزلانسكي خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية سبتمبر بحسب المسؤول الأمريكي حيث سيناقش الزعيمان أفضل السبل لتعزيز الدعم لأوكرانيا التي تواجه تقدما روسيا في شرق البلاد قال رئيس وكالة المخابرات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف إن زيادة إنتاج روسيا من القنابل الموجهة وكذلك شحنات دخائر المدفعية المقدمة من كوريا الشمالية تمثل مشكلات كبيرة للقوات الأوكرانية في ساحة المعركة أوضح بودانوف أن المساعدات العسكرية الكورية الشمالية لروسيا تمثل أكبر مصدر للقلق مقارنة بالدعم الذي يقدم حلفاء موسكو الآخرون وبعد أكثر من ثلاثين شهرا من الحرب الروسية تعاني القوات الأوكرانية من الإنهاك وتعمل على صد تقدم روسي نحو المدن الرئيسية في شرق البلاد في حين توغلت القوات الأوكرانية في منطقة كورسك في غربي روسيا أكدت وزارة الدفاع الروسي أن الجيش الروسي استهدف قطارا تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية يحتوي على أسلحة أجنبية ذكرت وزارة الدفاع الروسي أن الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية المسيرة والمدفعية الروسية قد ألحقت أدرارا بمناطق تخزين طائرات والقوارب المسيرة ورشت إنتاج مكونات الصواريخ العملياتية التكتيكية فضلا عن تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للجيش الأوكراني في 148 منطقة ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن المرشحين للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة دونالد ترامب وكاميلا هاريس يراهنان على ولايات مختلفة للفوز بالبيت الأبيض أضفت الصحيفة الأمريكية أن خريطة المعركة الانتخابية المضغوطة قدمت لكل حملة جدارا دفاعيا خاصا بها في المجمع الانتخابية وتتقاطع في ولاية بنسلفينيا الحاسمة وركزت الحملتان انفاقهما على عدد من الولايات المتأرجحة والتي تعد مفتاح الفوز في الانتخابات الأمريكية دعت زعيمة المعارضة الفنزولية ماريا كورينا إلى التظاهر مجددا في السامن والعشرين من سبتمبر رفضا لإعادة انتخاب الرئيس الفنزولي نيكولاس مادارو لولاية ثالثة والمطالبة بالاعتراف بفوز مرشحها المنفي في إسبانيا وتدعي المعارضة أن أدماند جونزاليز فاسف الانتخابات الرئاسية وحصد أكثر من ستين بالمئة من أصوات الناخبين كان أدماند قد اضطر للفرار إلى إسبانيا التي وافقت على منحه اللجوء ذكرت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية قد أطلقت حوالي خمسين بالونا يحمل القمامة باتجاه الجنوب ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية أن هذه الخطوة تأتي بعد ثلاثة أيام فقط من إطلاق بيونج يونج لبالونات مماثلة باتجاه سول طالب صانع السيارات الأوروبية من الاتحاد الأوروبي أن يرجع لعامين تطبيق قواعد المشددة بشأن انبعاثات الساني أكسيد الكربون وتواجه سوق المركبات الكهربية الأوروبية ركودا منذ أكثر من عام في إطار الحفاظ على البيئة والحد من الانبعاثات الكربونية طلب صانع السيارات الأوروبيون من الاتحاد الأوروبي أن يرجع لعامين تطبيق قواعده المشددة بشأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والمقرر في سنة 2025 وفق وثيقة اطلعت عليها وكالة بولنبيرج وصحيفة ليموند وبحسب الصحيفة الفرنسية فإن الوثيقة تطلب إرجاء تجديد المعايير المعروف بمتوسط اقتصاد الوقود للشركات الذي يحدد معدلاً وسطياً لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون لإجمالية عدد السيارات المباعة تحت طائلة تغريم الصانع ومن أجل تحقيق المستويات الجديدة يتوجب على الصانعين بيع سيارات كهربائية مقابل كل أربع سيارات عاملة بالوقود أي ما نسبته 25% من أجل تعويض فائد كميات الانبعاثات التي تصهم في الاحتلال المناخي وبحسب المذكرة التي نشرتها ليموند فإن سوق المركبات الكهربائية الأوروبية تواجه ركوداً منذ أكثر من عام عند أقل من 15% للسيارات الخاصة و7% للتجارية المذكرة عرضت كذلك ثلاثة اقتراحات محتملة حيث يقوم الاختراح الأول على خفض إنتاج السيارات العاملة بالوقود بأكثر من مليوني وحدة والشاحنات بأكثر من 700 ألف وحدة ما يعني فقدان المزيد من الوظائف أما المقترح الثاني فيقوم على التفاهم مع صانعين أمريكيين أو صينيين على إعادة شراء أرصد الكربون لكن ذلك يتطلب توفير دعم حكومي للمنافسين غير الأوروبيين ولن يكون كافياً في أي حال أما المصاري الأخير فيقوم على زيادة الدول مقدرة دعم لشراء السيارات الكهربائية علماً بأنها تقوم بالعكس أو حتى أن يخفض الصانعون الأسعار لتحقق السيارات الكهربائية حصة سوقية تبلغ 22% صرح مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء طارق الرفاعي بأنه تم تعامل مع استغاثة أم على وسائل التواصل الاجتماعي تطلب فيها حجز ابنها المريض بمعهد الأورام أضف الرفاعي أن المنظومة تتابع حالة الطفل مع مسؤولي المعهد أولاً بأول لتقديم كل الخدمات الطبية المطلوبة وذلك بعد رصد مقطع مصور متداول بمواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وعدد من المواقع الأخرى تضمن استغاثة سيدة قادمة من محافظة السويس يعاني ابنها البالغ من العمر عاماً واحداً من ورم عقد وزير الكهرباء والتقل المتجددة محمود عسم اجتماعاً لبحثي تقارير الأداء ومراجعة خطة تشغيل المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات ومدى الالتزام بمعايير التشغيل الجيد وكذا متطلبات النهوض بالمحطة نقش الاجتماع كيفية تحسين الجدوى الاقتصادية لمحطة الكريمات وخطة العمل لخفض تكلفة الانتاج بالكيلو واط وتقليل تكليف الصيانة والتشغيل بتفعيل الصيانة الوقائية للحد من الأعطال وإطالة عمر المكونات وزيادة سعة الحقل الشمسي بحثت توزيرة البيئة ياسمين فؤاد مع رئيس التنفيذي لشركة سوس الفرنسية سابرينا سوسان سبل التعاون المشترك في تنفيذ عدد من المشروعات البيئية في مجال تحويل المخلفات وذلك لطاقة وتكنولوجيا للإدارة وتحلية المياه وأشارت توزيرة البيئة إلى خطوات تهيئة المناخ الداعم لمنظومة إدارة المخلفات وتحقيق مبدأ الاقتصاد الدوار وكفاءة الموارد باعتبار المخلفات مصدرا جديدا لإنتاج الطاقة أعلنت توزيرة التضامن الاجتماعي مايا مورسي عن إضافة خمسين ألف أسر جديدة لبرنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة وذلك بداية من شهر سبتمبر الجاري وفقا لقاعدة البانات الخاصة ببرنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة على مستوى محافظات الجمهورية وأكدت مايا مورسي أن الوزارة لديها خطة طموحة بدعم من القيادة السياسية لإنهاء قوائم الانتظار في برنامج الدعم النقدي مشروط تكافل وكرامة حيث سبق وتم إضافة 123 ألف أسرة جديدة للحصول على برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين وستواصل الوزارة خطتها من أجل إدخال كافة الأسر الباقية في قوائم الانتظار خلال الفترة المقبلة ومع دراسة الأسر التي خرجت من نتاق استهداف البرنامج سواء بالحصول على فرصة للتمكين الاقتصادي أو تغيير مصادر الدخل أجرى وزير قطاع الأعمال العام محمد أشيمي يرافق محافظ الغربية أشرف الجنزي جولة ميدانية بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحل الكبرى التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس أشار وزير قطاع الأعمال إلى ضرورة التواصل مع شركاء العمل من القطاع الخاص لتوفير احتياجاتهم من الغزل اللازمة للصناعة بدلا من استيرادها والعمل كذلك على تلبية احتياجات السوق المحلية وفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات والاهتمام بتدريب العاملين وتنمية مهاراتهم أكد وزير الموارد المائية والري خالد دسوي لم أهمية تعظيم الاستفادة من إمكانات الشركة القابدة للري والصرف والشركات التابعة لها لتفعيل وزيادة مشاركة الشركة في تنفيذ المشروعات سواء داخل مصر أو خارجها والتقدم للمناقصات المختلفة وذلك من خلال دراسة احتياجات السوق المحلية والخارجية والتوظيف الجيد لإمكانات الشركة سواء من ناحية القدرات البشرية أو المعدات مع مواصلة العمل على رفع كفاءة وصيانة المعدات ورفع قدرات وتدريب العاملين بالشركة أعلنت وزارة الصحة والسكان المرور على 1820 منشأة غذائية خلال عدة حملات شنتها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بجميع محافظات الجمهورية وذلك في الفترة من 25 من أغسطس الماضي حتى منتصف سبتمبر الجاري ضمن الحملات الاستباقية التي تنفذها الوزارة على أماكن تصنيع وتخزين وبيع حلوى المولد النبوي الشريف والمنشآت الغذائية المختلفة وأوضحت الوزارة مسحب 1240 عينة أغذية متنوعة وتم إرسالها للمعامل المركزية بالوزارة لتحليلها والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي استعرضت وزيرة التنمية المحلية من العوض تقريرا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التي حققتها المحافظات على مدار أسبوعين من المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الثالثة والعشرين لإزالة التعديات على أملاك الدولة أكدت وزيرة التنمية المحلية أن الدولة بكافة أجهزتها المعنية مستمرة في محاربة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وأشارت إلى أن إجمالي ما تم إزالته من حالات تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية حتى الأسبوع الثاني من الموجة الثالثة والعشرين بلغت 1935 حالة أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني على ضرورة اتباع الإجراءات القياسية للإدارة والتشغيل بمواقع وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين من أجل الحفاظ على الحالة العمرانية لهذه المشروعات خاصة الفراغات العامة والمسطحات الخضراء والمسافات البينية بين العمارات ووجهات العمارات بالإضافة إلى غيرها من عناصر المشروعات خلال هذا الاجتماع الذي أعقده لمتابعة أعمال شركة التعمير لخدمات الصيانة بمواقع وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين شدد وزير الإسكان على ضرورة تطوير وتحديث الأداء المؤسسي للشركة واتباع الأساليب الحديثة لإدارة وتشغيل المشروعات ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمشروعات التي تتولى الشركة العمل بها تطرح وزارة الإسكان 70 ألف وحدة سكنية منها 60 ألف إسكان اجتماعي لمنخفض الدخل و10 ألاف إسكان لمتوسط الدخل خلال شهر نوفمبر المقبل وضعت وزارة الإسكان خطة مكثفة للانتهاء من تسليم كافة الوحدات السكنية بمدن الجيل الرابع تنفيذ مجتمعات عمرانية متكاملة هو أبرز الجهود التي تبذلها الدولة متمثلة في وزارة الإسكان التي كشفت عن ملامح خطتها ومسارها خلال الفترة المقبلة ففي مطلع نوفمبر تطرح وزارة الإسكان 70 ألف وحدة سكنية منها 60 ألف إسكان اجتماعي لمنخفض الدخل و10 ألاف إسكان لمتوسط الدخل والذي يأتي ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين ويعد أول طرح إسكان اجتماعي للعام الجاري وإتي ذلك أيضا ضمن خطتها لمضاعفة الجزء المعمور من 7% إلى 14% ليسبق هذا الطرح توجه لتسليم كل الوحدات السكنية في الإعلانات السابقة اعتبارا من أكتوبر المقبل وذلك لمختلف المشروعات التابعة لوزارة الإسكان نهاية عام 2025 وتسليم أعداد كبيرة من الوحدات كل ثلاثة أشهر بحد أقصى كما كشفت الوزارة أيضا عن خطة مكثفة للانتهاء من تسليم كافة الوحدات السكنية التي تأخر التسليم بها في مدن الجيل الرابع بنهاية الصيف القادم وترحل مزيد من الأراضي والوحدات ضمن مشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج نهاية العام الجاري ومشيرة إلى وجود 38 مدينة جديدة تضعها الدولة في قمة أولوياتها وتعمل على خطة لخلق عوام الجذب لهذه المدن كما كشفت عن طرح مرتقب لصندق استثمارية لتمويل المشروعات السكنية بطرق محفزة تتضمن خطة وزارة الإسكان تصورا جديد يخدم أبناء الوطن في المقام الأول حيث تتم اقتصار الطرح بنظام الدولار على الشركات الأجنبية وتوفير فرص استثمارية بشكل أكبر للشركات المصرية على أن يتم إطلاق منصة إلكترونية خاصة للشركات المصرية الأجنبية لإتاحة الفرص الاستثمارية بالدولار وفي هذا الإطار لم تنس الدولة متمثلة في وزارة الإسكان صغار المستثمرين لتتحدث عن تنصيقات لإتاحة طرح بعض قطع الأراضي الصغيرة في المدن والمحافظات بهدف خلق محور جديد وهو محور المستثمر الصغير والخاصة ببعض المساحات التي سيتم إتاحتها لصغار المستثمرين وفي إطار توفير حياة أفضل للمواطنين أعلنت وزارة الإسكان عن الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بالكامل من مبادرة حياة كريمة خلال نهاية العام الجاري والتي اجتملت على 7400 قرية وأكثر من 3000 تجمع وتابع لتبدأ في أعقابها تنفيذ المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة والتي من المقرر الانتهاء من تنفيذها خلال ثلاث سنوات وتتضمن 1700 قرية ونجع في مختلف أنحاء الجمهورية جهود مكثفة تبذلها الدولة ولا زالت وهي تضع نصب عينيها الارتقاء بالمواطنين بشكل يليق بالجمهورية الجديدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ضخط شركة القابضة للصناعات الغذائية أطنانا من السلع الأساسية وعلى رأسها اللحوم والدواجن بأسعار تنافسية في متناول محدود الدخل وذلك تخفيفا عن كاهل المواطنين المقبلين على شراء مستلزماتهم قبل بداية العام الدراسي الجديد خلال أيام فيما تواصل شركات القطاع العام التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ضخ الصلع بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمعارض بمختلف محافظات الجمهورية موجود أسعار عندنا تقل عن السوق الخارجي مش أقل من 25-30% وتشكيلها ممتازة جداً وانت عارف أن الشركة القبضة دلوقتي تبقى تدقيقها أكتر أن الكوالاتي بتاع المنتج يبقى ممتاز نظمت توزارة الداخلية احتفالية لنزلاء مركز الإصلاح والتأهيل بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وذلك بتزامن مع تنظيم احتفالية للنزلاء المسيحيين بمناسبة عيد النيروز يأتي هذا في إطار حرص وزارة الداخلية على إحياء المناسبات الدينية لكافة النزلاء لأعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيقاً للسياسة العقبية الحديثة يعد إحياء المناسبات الدينية وبشكل دوري ومنتظم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل أهم ركائز المنظومة العقابية الحديثة التي تحرص وزارة الداخلية على تطبيقها مراعاة لحقوق الإنسان من هذا المنطلق احتفلت مراكز الإصلاح والتأهيل بالمولد النبوي الشريف استعرض خلالها شيوخ الأزهر سيرة النبي العطرة وكيفية استفادة النزلاء منها في تعظيم السلوكيات الإيجابية لديهم وأمدح المصطفى جلت مواهبه محمداً خير خلق الله إنساناً ماذا أقول وهل أحصي محاسنه وكيف تحصى لمثل كيفما كان لو لا كما شاع شرع الله في بلد ولا قرأنا عن الإسلام قرآن بفرح جداً بهذه اللقاءات لأن فيها بناء للإنسان فيها بناء للوعي بتبقى فرصة عظيمة من أجل أن نحن نتكلم ونتواصل مع المزلاء لنغير الفكر لنبني العقل لنساعد في بناء الإنسان إحياء هذه المناسبات الدينية لإحياء القيمة والأمل في نفوس الناس تعودنا في كل مرة في جديد تعودنا في كل مرة تغير في سلوك كثير من الناس نتيجة هذه الاحتفاليات والمشاركة شاهدت الاحتفاليات توزيح حلوى المولد على النزلاء وسط إشادة منهم بالرعاية المقدمة لهم وبالمنظومة العقابية الحديثة ذات البعد الإنساني وبالندوات الدينية والثقافية التي تزودهم بالعلم والثقافة التي تمكنهم من الاندماج في المجتمع عقب الإفراج عنهم أنا بشكر سيد رئيسي بمريعة فتا عيسيسي على الخدمات اللي هو مقدم هنة في مركز الإصلاح وتأهيل العاشر من رمضان الندوة اللي هو عمل هنة دي تقدمتنا حياتك شراء قوي أحب أشكر سيد رئيسي الجمهورية على المبادرات الجميلة اللي معمولة في مركز التأهيل النهاردة تشرفنا بعلماء من الأزر الشريف ووزع علينا حلوة مولة النبي احتفلنا بيها ودي حاجة يعني حسستنا أن احنا بره مع أهلنا ندوات فرصة عشان نتصفصر فيها عن الحاجات كثيرة ويأخذ إيجابتها وبيجاوبون عليها الشيوخ وبالتزامن مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف احتفلت مراكز الإصلاح والتأهيل برأس السنة القطية عيد النايروز حيث أقيم قداس بهذه المناسبة لنزلاء المسيحيين بدور العبادة المسيحية المقامة بهذه المراكز نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه قايم معنا بواجب كبير جدا كل حاجة زي بره بالزبط والأب الكهن بيجي وبنتناول وبنعمل القدسات بتاعتنا نارضف مركز الإصلاح والتأهيل العشر من رمضان في الكنيسة هنا احضرنا القدس عيد النايروز وتلوين زي أي كنيسة بره تزامن المولد النبوي الشريف مع عيد النايروز فرصة لتبادل التهنئة بهذه المناسبة بين النزلاء في تأكيد على خصوصية المجتمع المصري والنسيج الوطني الواحد كل عام انتم طيبين بالنسبة هذا العيد الذي أجمعنا في مركز الإصلاح والتأهيل العشر من رمضان ونحن أساعداء بكم كما أنتم تسعدوا بنا في كل أعيادنا ومناسبتنا كل سنة وكل إخواتنا المسلمين والمسلمات وكل الأمة العربية بألف خير وألف سلام ونتمنى لمصر السلام والأمان النهاردة عيد إن شاء الله يبقى جميعا علينا سعيد سوى بسعيد أو مسلمين وإحنا أخوات ووعدة وطلية طبعا دايما ونشكر الرئيس التحسيسي على أنه عمله وأنه هو في المركز التأهيل منظومة إصلاحية حديثة متكاملة تطبقها وزارة الداخلية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل ترعي فيها الأبعاد الإنسانية والاجتماعية للنزلاء وتسهم في تقويم السلوكيات وإسقال المهارات ما يجعلهم مؤهلين للاندماج في المجتمع فور الإفراج عنهم لبداية حياة جديدة تتنوع المناسبات الدينية والوطنية التي تحتفي بها وزارة الداخلية مع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل فهذه المناسبات فرصة لإقامة الندوات الدينية والثقافية التي تسهم في تقويم سلوكيات النزلاء والارتقاء بأفكارهم فهذه هي إحدى الأدوات الخاصة بالسياسة العقابية الحديثة التي تنتهجها وزارة الداخلية تجاه نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل عبدالله بركات التلفزيون المصري تعد حرفة الفخار من أقدم المهن التي احترفها المصريون وتورثتها الأجيال وأصبحت هذه الحرفة من أهم الحرف التراثية في قرية الرحمانية قبلي بمركز نجا حمادي في محافظة قنة حرفة الأجداد يتوارثها الأحفادي جيلا بعد جيل إنها صناعة الفخار والتي تعد من أقدم الحرف التي عرفها الإنسان على وجه الأرض وأتقنها الحرفيون المصريون منذ القدم مع ديها اغتباط تاريخي وعمق تاريخي في العصر الفرعوني المصري ده يعني فيه فقاريات تم اتشافها قبل عصر الكتابة وعصر تدوين التاريخ وده نتيجة للبحوث والاكتشافات الأسرية التي تم رصدها وعملها لو تكلمنا في نطاق المهنة في الوقت الراهن في القرية بتواكب الحضارة بشكل أو بآخر بالجودة والدقة عرفت منطقة آل الفخراني والتي تعد من أبرز المناطق الشهيرة في صناعة الفخار وتوريده إلى محافظات الجمهورية المختلفة احنا من ساعتين ما بدأت الحاجات دي تنقرد بدأت برضو يعني الحاجات دي صحية مية في المية سواء فيها أكل أو شرح يعني مية الزير دي مية صحية جداً ما بتجيبش أمراض الأكل في الأواني الفخارية تمام صحي مية في المية وأصبحت تلك الحرفة من أهم ما يميز الحرف التراثية في قرية الرحمنية قبلي بمركز نجا حمادي في محافظة قنة وتعتمد على المواد البدائية من بينها الرماد والطميل تشكلها مهارة العامل إلى أنواع متعددة من المنتجات من بينها البلاص والأزيار ومواجير اللبن ومواصير الري وحصالات الأطفال القديمة وغيرها من المنتجات التي كثيراً ما اعتمد عليها المصريون في حياتهم اليومية تعد صناعة الفخار هنا صناعة موسمية يعني في الصيف بينتجوا الزير البلاص القلة الحاجات دي وفي الشتاء مواجير اللبن عشان صناعة اللبن والحاجات اللي بتعملها الستات في البيوت الجماعة الفلاحين طيب صناعة مهمة جداً يعني الناس هنا يروق لها تشرب من القلة حتى في العاصمة ينسجموا للشرب من القلة بالرغم من التقنيات الحديثة على الرغم من المكسب المحدود وقلة الأيدي العاملة ما زالت حرفة صناعة الفخار شاهدة على عظمة وإتقان الحرفيين المصريين واستهتمام غير مسبوق من الدولة لتطويرها وتزليل العقبات أمام الصناع المهرة نهاية نشرة أثالثة على شاشة التلفزيون المصري ولا يتبقى سوى تذكير بأهم ما جاء بها من أنباء رئيس مجلس الوزراء يتوجه إلى الرياض لبحث ملفات تعزيز التعاون المشترك والقضايا الإقليمية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتح السيسي وصول سفينة مصرية تحمل مساعدات إغاثية إلى دولة السودان صاروخنا تابع لقوات الحوث يثير الرعب في تل أبيب ونتنياهو يتوعد بالرد مشاهدين الكرام وصلنا مع حضراتكم لنهاية نشرة السلسة من التلفزيون المصري تحية لكم كل عام وأنتم بخير